سيكون في خلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد عن أهم التوقعات والنصائح والتحذيرات الخاصة بورج العزراء على القناة بورج العزراء وعلى قناتي الخاصة لشهر أبريل 2021 كالعادة بليس ما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة رشا مراد وقناة بورج العزراء عشان تيوصلكوا كل الجديد وعشان تشوفوا كل الفيديو الجديدة طيب النهاردة نتكلع عن بورج العزراء الترابي وإيه بقى أهم الطاقات المساطرة عليك طبعا يا بورج العزراء أنت من الأبراج لشهر مارس كان شهر صعب جدا عليك يعني بالأبراج اللي تعبت في شهر مارس كان شهر تقيل كان شهر في مشاكل كان شهر في تحديات ضغوطات صعوبات فتقريبا يعني وسبيشر النص الأولاني كمان من مارس كان فيه خناقات كان فيه خلافات كان فيه عدم استقرار أنت ما كنتش مبسوط يا بورج العزراء فعايز أقول لكم أن شهر إبريل هيبقى أحسن كتير جدا من شهر مارس يعني لا تقلق مارس كان من أسوأ أسوأ الفترات اللي عدت عليك يا بورج العزراء فإبريل بيوعدك بشهر كويس وسبيشالي في النص التاني من الشهر يعني بورج العزراء النص الأولاني ممكن يبقى فيه شوية مشاكل عرقيل صعوبات تحديات إلا أن النص التاني بيوعدك بنجاحات بتقدم بازدهرات فإنت هيبقى عندك في بداية الشهر شوية ألأ يعني أول أسبوع كده بس هو كده كده تدفنت لي أحسن من شهر مارس فإيه بس يعني step by step الشهر هيبدأ يتحسن فرحنا كلمنا عن بورج العزراء العزراء نص التاني من شهر إبريل أحسن من النص الأولين طيب حسن عندك عندك بداية جديدة عندك كأنك أنت بتكتشف نفسك من أول وجديد كأنك بتحيسب نفسك عندك مساحة كبيرة أو فرصة كبيرة للتفاهم للتفاوض للاسترجاع حاجة كنفسك فيها أنا شايفة أن هي عندك انفراجات عندك نجاحات عندك تقدم بس في بوينت هايز أقول لبورج العزراء الفترة دي يبقى عندك مشاكل مادية بورج العزراء تقريبا مشاكل المادية دي ابتدت من أواخر شهر اثنين أو شهر ثلاثة كله كان عندك أزمة مادية وأزمة مادية منت بالأسف يعني مكملة لحد آخر شهر أربعة فعشان كده عايزك يعني تصبر يا بورج العزراء إن شخص صبور مسابر فعادي لو حسيت إن حصلك دراب أو حصلك مشاكل مادية وإن أنت اللي هو اللي هو اسمها إيديت مصريفك واحتياجاتك أكتر بكتير من دخلك فده عادي كل عزراء كده على فكرة مش أنت الوحدة فطبيعي جدا أنت يبقى عندك دخلك متأثر عندك مشاكل في دخلك مشاكل إن أنت مش عارف تدخل مش عارف تشتري كل حاجة المستكفيها مش عارف تشتري ديونك فده عادي جدا جدا بس إلا أن النص التاني من الصهراء يبدأ يحصل لك انفراجات مادية يحصل لك تقدم مهني ممكن نجاحات مهنية طيب برضو من التحذيرات اللي عايزة حضرها بورج العزراء وجود وعكة صحية بورج العزراء عندك مشاكل صحية أصلا قريد الفترة اللي فاتت فخلي بالك من صحتك ممكن تحصل لك وعكة صحية يعني وعكة صحية بسبب إهمال حاجة حصلت لك أو حاجة مثلا أنت اشتكيت منها بس أنت قلت خلاص مش موش كلا حاجة مش هابلة مش مهمة فأنت أهملت الموضوع لحد ممكن ما يكبر وتضعف وتبقى بحتاج حاجة أو تدخل الطبي قوي جدا جدا أو احترس من صحتك بحاجة خاصة بالإدمان ممكن تحاول ممكن في الفترة دي تدمن حاجة بسبب أنت مقبل عليها كتير جدا جدا فبريز يا بورج العزراء حاول تبقى لأي إدمان أي حاجة إدمان أي حاجة مضرة إدمان الكافيين إدمان الصهر إدمان البابسي أي حاجة شايف أن هي مؤثرة عليك وممكن تأثر عليك بطريقة صحية حاول أن أنت تتخلص منها طيب من أول من بعد يوم عشرين عندك الظهار في حالتك العطفية الظهار وحبه وعندك علاقات جديدة علاقات فيها حب فيها انسجام فيها فرح فيها سعادة فيها احترام الشخص ده كأنه بيقولك أخيرا لقيتني فبرضو المرة التانية بقول أن أنت نص التاني من شهر إبريل أفضل بكتير جدا من النص الأولاني شايفك في فترة دي بقى في شهر إبريل بتعمل بتعمل يعني كأنك بتعاتب نفسك بتنظم أفكارك بتنظم دماغك بتنظم طموحاتك عندك عندك نجاحات عندك بس عندك طاقة عند يعني حاول تقلل عند شوية والحسوكة أو أنت تكون موسوس قوي برج العزراء حاول تقلل عندك حاول تقول تقلل وسوستك ما تكونش شخص موسوس ما تكونش شخص يعني يعني قرار صلح عايزة ما لقى حاجة الأيام هي يوم 24 يوم 23 يوم 19 يوم 18 14 13 5 4 3 دي أكتر أيام ما تبقى فيها حظ الأيام الأقل حظا أنا عند برج العزراء في شهر إبريل شهر يوم 20 21 22 29 30 طيب برج العزراء حاول أن أنت تقوم كده تقف على رجلك حاول تركز عشان أنت عندك فرصة حلوة أن أنت تسترجع حتى نشاطاتك المادية تسترجع فلوسك المادية حاول تركز في العمل برضو لأن فيه أعداء كثيرة عندك أو الناس بتدعي حبك بتدعي صدقتك بتدعي قربك بس الناس دي بتستغلك أو بتستغل مكانتك أو بتستغل شطرتك أو بتستغل حاجة فيك فمن تديش ثقتك لأي حد في الشغل عندك عرض عمل قوي جدا جدا ممكن يكون لك عرض عمل جديد قوي بس يعني خليك جاهز خليك مستقبل وظيفة جديدة أو عمل جديد أو فرصة جديدة طيب زي ما قلتلك احضر أي شخص ممكن يكون بيستغلك أو بيستفيد منك في العمل بياخد منك أفكارك بياخد مجبودك احضر من الضغوطات المالية والمادية اللي ممكن تصيبك بس الدنيا تبدأ تزبط من نصر الثاني من إبريل عندك حاجة تانية هتعملها هتعملها من مصدر داخل لأخر هتبقى مزبطاك وجايبالك تقدم قوي جدا جدا أنا شايفة برضو فترة فترة تحسب نفسك تحسب أشخاص تانين يمكن أن تقرر فيه أشخاص كده أنت بيش هتتعمل معهم أنت الناس دي بتتعبك نفسيا فهتقط علاقتك أو هتنعزل عن أشخاص أنت شايف أن هم ضروق نفسيا هتبدأ انفراجة ومدية عندك من شهر مايو أنا مستنياكو يا برج العزراء عشان أنا كمان عزراء فمستنياها زيكم عندك انفراجة ومالية عندك نجاحات كبيرة عندك تحقيق أحلام عندك تعرف النس عندك بلان كويس بس شكرا يا برج العزراء اتمنى أنت تخرج من الطاقة الصلبية اللي انت فيها لو انت عندك طاقة صلبية حاول انت تركز في الحاجات اللي بتحبها في شغلك أو في حياتك بتاعدي عما كل ما هو جديد اتحرر من الشغل علاقتك بأصدقائك وبحباية قويها بس برج العزراء احتذر من صحتك خلي بالك من صحتك لو حصل لك أي عرض روح للدكتور على طول ما تهملش نفسك ما تتعرضش نفسك للإهمال لأن ممكن يحصل لك مشاكل صحية لو انت ماخدتش بيرك منه النقاط دي بشكركم يا رب بالفيديو وكننا عجبكم وانتنسوش تابعوني على السلسل ميديا الآن استجمع على فيسبوك تريد تفرج عليهم في انتو برج ايه وريد ما تنسوش كمان تقولولي ايه اكتر طاقة مسطرة عليك يا برج العزراء وهل فعل حاس انت مش مركز او ان انت تعبين او ان انت عندك مشاكل صحية ولا لأ قلوه كمان يا برج العزراء ايه عندكم في وعكة كده بدية ولا لأ محتاج فلوس كتير وعلاحة كتير نفسك تعملها ومش اقدر تعملها بسبب قيلة الفلوس وكترة اهدافك كتير جدا لمحتاجة فلوس ولا لأ تانكيو بحبوكو جدا جدا اشوفكم فيديو جديد وانتنسوش تعملولي لايك وتابعوني على السلسل ميديا باي باي وانتنسوش